كيف ترى القيادة الأمريكية الخلقات التي ترتكبها تركيا بالحفر غير قانوني في المياه الإقليمية لقبرص؟ هذا موضوع لا أعرف الكثير عنه هل لديك أي معلومات؟ أنا أعرف هذا الموضوع ولكن لست أنا الشخص الذي وجه له هذا السؤال إذن سنتخطى ذلك نتحرك إلى الليبيا، مصر والولايات المتحدة والعديد من الدول ألقت باللوم على التواجد التركي وقال الرئيس ترامب أن الرئيس التركي في مكالمة تلفونية أن تدخل الأجنبي سوف يعقد الموقف هناك كيف ترى ذلك؟ سأكرر ما قاله رئيسي وأقول أن في كل الأحوال لا بد من تقليل التدخل الأجنبي في أي دولة من الدول وسندعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة في المستقبل القيادة المركزية الأمريكية هي أحد أكثر القيادات الأمريكية شغالا كيف ترى مستقبل القيادة في ظل توترات في الشرق الأوسط والعلاقات والتعاون بين القيادة وشركائها في المنطقة القيادة المركزية الأمريكية تعتمد على كل شركائها في المنطقة ومصر هي في أول أول هذه الصفوف وهذا ما نراه في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ومصر لها دور حيوي وكبير في هذا التحالف جانرال كانيث مكنزي قائد قيادة المركزية الأمريكية شكرا على وقتك شكرا جزيلا كان هذا حوار مع الجانرال كانيث مكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في أول حوار له على شاشات المصرية والعربية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء